بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أسف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس الجديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن الكفاية القرائية وأيضا تدربنا على نص قرائي يحسب مدى السرعة وهذا هو الهدف أن تقرأ قراءة سريعة مع فهم ما تقرأ هذا الدرس في لغة الإشارة لأستاذ محمد الأكلبي ما زلنا في نشاطات التعلم وفي الوحدة التدريبية الثالثة الكفاية القرائية بعنوان القراءة السريعة القراءة السريعة الأهداف التدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تتصفح الكتب والمقالات والإنترنت بكفاءة عالية كذلك أن تقرأ بسرعات مختلفة متأنية، بطيئة، سريعة فائقة السرعة بحسب الهدف من القراءة ونوع المقروء أيضا أن تتخلص من المشكلات الست التي تحد من سرعة القراءة كذلك تستخدم استراتيجية القراءة الذكية يساوي التركيز زايد القفز بنجاح وكذلك تستخدم منظم القراءة للزيادة من سرعة القراءة أيضا تقرأ بسرعة تفوق الثلاثمائة وخمسين كلمة في الدقيقة مع فهم تفصيلات الموضوع أيضا تستفيد من أعراف الكتابة لزيادة سرعتك القرائية وأخيرا تستخدم التعليقات والتلخيصات ورسوم التذكر لزيادة الفهم والاستيعاب وهذه هي أهم الأهداف التدريبية التي يتوقع منك بإذن الله تعالى في نهاية هذه الوحدة أن تكون قد أتقنتها فن الإصغاء هذا أيضا نشاط لسرعة القراءة بإمكانك أيضا تحذر مؤقتا وأن تقرأ ثم ستحسب على ذلك أيضا سرعتك القرائية نشاط منزلي هات إني أستمع إليك إني لا أسمعك جيدا لو هبتني أذنا صاغية لا أدركت ما أعنيه هذه عبارات قد تسمعها وأنت تمر بجمع من الناس يتحادثون في شأن من شؤونهم ولعلك أنت نفسك قد قلتها في إحدى المناسبات فمن منا لم يستمع إلى حديث شائق راقة أو قطعة شعرية طرب لها أو عظة بليغة أثرت في عقله ووجدانه إن الإنسان بكونه كائنا اجتماعيا محتاج إلى التواصل مع غيره فهو يسمع منهم ويسمعهم وعلى قدر إجادته السماعة والاستماع يكون نجاحه في تمتين صلاته بغيره والإصغاء فن ومتعة فماذا تعرف عنه؟ وماذا تجيد منه؟ إننا كثيرا ما نزعم إجادة الإصغاء والالتزام به والواقع أن من يجيد هذا الفن ويوفيه حقه قليل فهذا المذيع يقرأ نشرة الأخبار أو يقدموا أحد البرامج ولا يجدوا مستمعا يجيد الإصغاء وهؤلاء الآباء ينصحون ويرشدون وتذهبوا نصائحهم سدى ولو تفكر الإنسان لأدرك أنه ليس كل سماع إصغاء وأن المحادثة ليست منافسة ولا مغالبة إنما هي أن تأخذ وتعطي وأن تصغي إلى محدثك أكثر مما يسمع منك ومن اعتاد الإنصات عرف ما تقتضيه العلاقات البشرية من حسن تجاوب وتواصل لذلك كان للإصغاء آداب لا تقل شأنا عن آداب الزيارة والتحية وغيرهما من مظاهر السلوك ومن هذه الآداب أن يقبل المصغي على محدثه بكل اهتمام وأن يمهله حتى ينقضي حديثه فلا يقطعه سواء أوافقه فيه أم خالفه بل إن جلسة المستمع أمام محدثه هي الأخرى من الآداب التي تشيع روح التفاهم والاحترام والود بين الناس فقد أوصى أحد الحكماء ابنه فقال له يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث وليعلم الناس أنك أحرص على أن تسمع منهم منك على أن تقول ومن حسن الآداب أن لا تغالب أحدا على كلامه وإذا سئل غيرك فلا تجب عنه وإذا حدث بحديث فلا تنازعه إياه ولا تقتحمه لتريه أنك تعلمه ونقل عن أحد الذين جربوا قيمة الإصغاء في المجالس قوله تعلمت منذ سنوات درسا لفت انتباهي إلى مال الإصغاء من أهمية فقد تخرجت في الجامعة ثم رحت أبحث عن وظيفة بإحدى الشركات فدعاني مدير الشركة إلى مكتبه ليجري معي مقابلة وإذا كنا نتحادث في جو من التفاهم والوضوح شاء المدير أن ينهي المقابلة بالحديث عن بعض أعماله في إجازته الصيفية أما أنا فلا أدري لأي سبب ذهلت عنه فلم أتابع بقية حديثه وحين سألني عن رأيي فيما تحدث به إلي قلت له دون روية يا لها من أيام أمضيتها في المرح والاستجمام وإذا بالرجل ينظر إلي مستغربا مما سمع وهو يقول مرح استجمام وفيما ذلك لقد قلت لك إن حادثا ألم بي فأنهيت آخر أيام الإجازة في المصحة ولا شك في أن هذا المتحدث قد رأى نفسه في هذا الموقف كمن يتحدث في هاتف معطل ووجد في جليسه من سوء الاستماع ما جعله يقطع حبل الحديث ومثل ما يكون الإصغاء ضروريا بين الناس يكون ضروريا في تبصير النفوس بالحقائق الدينية وتوعيتها بواجباتها نحو خالقها ذلك أن الله قد أنعم علينا بنعم نعدها فلا نحصيها ومنها السمع والبصر والفؤاد وقد جعل الله السمع لدى المؤمنين مبعث طاعتهم وخشوعهم في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق مثلما أمر بوجوب الإنصات عند سماع تلاوة القرآن الكريم لما في سماع آيه من تقوية روح الإيمان وحسبنا من قيمة الاستماع أنه من الخلال التي خص بها الله تعالى المؤمنين وذلك في الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وحسن الإصغاء ضرورة من ضرورات التعلم بل إن أول التعلم حسن الإصغاء وثانيه جودة الفهم من أجل ذلك يتعين على المؤسسات التعليمية أن تعلم من يرتادها كيف يجيد الإصغاء قبل أن تعلمه ضروب المعرفة لأن الإصغاء فن من فنون الحياة وعن طريقه نستفيد من تجارب الآخرين وننتفع بآرائهم فما أحوج مجتمعنا إلى طالب إذا أقبل على العلم أجاد الاستماع والفهم ممن يعلمه وإلى صديق وفي إذا اشتكى صديقه وجده يسمع شكواه ويخفف وقعها عليها لا ترى بعد هذا كله أن في الإصغاء وفاقا ومودة بين الإنسان وأخيه الإنسان وأن بالإصغاء تتجاوب النفوس وتتلاقى الأفكار وبفضله يخرج الإنسان إلى دائرة أوسع من الأخوة والصداقة والدفء الإنساني انتهى النص احسب الآن السرعة القرائية طبعا لاحظ هنا في سرعة القراءة عدد كلمات النص يساوي تقريبا ستذكر عدد كلمات النص عد إلى النص وحسب عدد الكلمات في بداية النص نقول مثلا النص من أوله فإن الإصغاء ثم بعد ذلك تكمله للنص مع عدد كلمات النص تقريبا ثم بعد ذلك ضع الزمن المستغرق في القراءة عدد كلمات النص 637 تقريبا تقريبا طبعا الزمن المستغرق في القراءة أنا سأكتب الزمن الذي قد استغرقته مثلا في الكتابة وفي القراءة وأنت ستكتب الزمن الذي استغرقته أنت في القراءة قد يكون الزمن أقل أو أكثر من ذلك لكنك ستكتب الزمن الذي وصلتها إلي أنا أكتبت أربع دقائق وهنا سنحسب السرعة القرائية سنحسب السرعة القرائية وهي 637 عدد كلمات النص تقسيم الزمن المستغرق ثم يساوي السرعة القرائية ونقول مثلا هنا 637 تقسيم أربع دقائق دقائق يساوي هنا 175 كلمة في الدقيقة 175 كلمة في الدقيقة وأن تستحسب أيضا السرعة التي قد وصلت إليها واستغرقتها في القراءة جميل هنا الفهم أكتب ملخصا للموضوع موضوع السابق في ضوء البطاقة الآتي دون مراجعة النص وهذا هو الهدف أن تقرأ قراءة سريعة ثم تفهم ثم تفهم ولا تعود مرة أخرى بل تذكر ما فهمته من قراءتك ما موضوع المقال ثم بعد ذلك ما الفكرة العامة التي يعالجها النص ثم ستضع بعض الأفكار الرئيسة للنص والتعليقات بإمكانك أن تكتب أنت التعليقات التي فهمتها من النص وأنا سأتركها لك أن تكتب أي تعليق تريد أن تفهمهم النص موضوع المقال جميل أحسنتم موضوع المقال فن الإصغاء فن الإصغاء كما قرأنا ذاك المقال طيب ما الفكرة العامة التي يعالجها النص من خلال قراءتك ما الفكرة التي يعالجها النص جميل أحسنتم هنا الفكرة العامة هي أهمية الإصغاء أهمية الإصغاء لا بد من مستمع ومتحدث من ضرورات وهو من ضرورات التعلم وهو من ضرورات التعلم ممتاز طيب الأفكار الرئيسة للنص اذكر بعض الأفكار التي فهمتها من خلال قراءتك للنص ممتاز هنا الإصغاء من ضرورات التعلم الإصغاء من ضرورات التعلم وهذا أيضا من الأفكار التي وردت في النص وبالذلك أهمية الإصغاء في بناء العلاقات الاجتماعية أهمية الإصغاء في بناء العلاقات الاجتماعية وهذه من الأفكار التي أيضا وردت في النص بإمكانك أن تكتب الأفكار التي وردت في النص من خلال فهمك أنت وقراءتك أيضا أهمية الإصغاء في تبصير الناس في تبصير الناس في الحقائق الدينية أهمية الإصغاء في تبصير الناس في الحقائق الدينية وهذا أيضا فكرة من الأفكار التي وردت في النص ثم بعد ذلك ستضيف أيضا بعض التعليقات وهذه متروكة لكن تضيف من الذي تراه في النص من بعض التعليقات وطريقة عرض الأفكار وتسلسلها أو ما فهمتها من خلال هذا النص نص آخر فضيلة الحياء لوهبه الزحيل أيضا ضع مؤقتا وقرأ النص ثم بعد ذلك سنحسب فيه السرعة القرائية لك أصبح الحديث عن الحياء غريبا لأن الناس أخطأوا في فهم الحرية وتقدير معنى الشجاعة الأدبية وأساءوا فهم معنى احترام الآخرين وتحسين العلاقة معهم وساد الاشتراء على القبيح أحيانا وتحدي الآداب والأخلاق في بعض الظروف والأحوال ولكن مع كل هذا يظل الحياء هو الأدب العالي لكل الناس على مختلف مراتبهم ومناصبهم وللرجل الكبير والشاب والصغير وللمرأة والفتاة ويطمئن الإنسان عادة لمن يلمس منه خلق الحياء وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت وحقيقة الحياء كما قال العلماء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء والحياء يلازم الإيمان وينبع منه لأن الإيمان جوهر أصيل والجوهر لا يصدأ ويصدر عنه كل فضيلة أو خير والحياء لا يأتي إلا بخير وهذا ما علمنا إياه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورد في حديث متفق عليها عن أبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان أي إن الحياء جزء من الإيمان ومن كمان الإيمان لأن المستحي يبتعد عن فعل المعاصي ويسرع إلى فعل الطاعات ثم إن الحياء فطرة في الإنسان ولكنه ينمو بالتزام آداب الشريعة وبالتخلق بالأخلاق الكريمة ومن المعلوم أن الإسلام دين الفطرة والأدب الجم وورد أيضا في حديث متفق عليه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية لمسلم أيضا الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير ولا يستغرب من كون الحياء من الإيمان فإن الإيمان خصالا وشعبا ودرجات ومراتب وكلما توافر الحياء كان دليلا على توافر الإيمان وكلما عدم الحياء كان ذلك علامة على ضعف الإيمان وخفوتي صوت الإيمان وكون الإيمان لا يوجه الإنسان نحو الفضائل والآداب وكل ذلك ليس في خير أحد فردا أو جماعة جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أي إن أفضل شعبة الإيمان أي أكثرها ثوابا وأعلاها مكانة عند الله تعالى هو إعلان شهادة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله ويتبعها شهادة أن محمدا رسول الله وأقلها ثوابا إزالة المؤذيات عن الطريق من حجر وشوك وطيل ورماد وقدر ونحو ذلك من المعوقات أو المضار والحديث دليل على أن الإيمان كالشجرة الباسقة ذات الفروع والأغصان الكثيرة أو المتعددة وأن الحياة درجة من درجات الإيمان وفرع من فروعه الغضة الطرية لما له من أثر ملموس في النفس والحياة والمجتمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في الأخلاق ومنها الحياة وما أروع هذا الوصف له الذي أخبر عنه الثقات ورد في حديث متفق عليه عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه وهذا دليل على تميزه صلى الله عليه وسلم بفضيلة الحياء وأنه ذو رسالة نظر الله قلبه ووجهه بالإيمان ويغار على حرمات الإيمان فإذا كره شيئا من الأخلاق بدأ ذلك واضحا في وجهه الشريف من كتاب أخلاق المسلم احسب سرعة القراءة هنا بإمكانك أن تحذر المؤقت وأن تحسب فيه سرعة مع عزل كلمات النص قبل ذلك ثم ستحسب أيضا الزمن المستغرق عزل كلمات النص تقريبا ولاحظ هنا نص الحياة فضيلة الحياة عزل كلمات النص جميل نص تقريبا 620 كلمة طيب ما الزمن المستغرق في القراءة؟ أنا سأضع الزمن الذي قد استغرقته في القراءة وأنت ستضع أيضا زمنا استغرقته في القراءة وهذا هو الهدف أن تقرأ ثم تفهم الزمن ثلاث دقائق طيب إذن هنا سنحسب السرعة القرائية هنا الزمن 620 تقسيم ثلاثة أو ثلاث دقائق هنا نساوي 206 كلمة في الدقيقة إذن هنا أنت ستحسب الزمن المستغرق وإمكانك أيضا أن تضع أنت وقتا أو توقيتا الذي وصلته في قراءتك بعد ذلك وهو الهدف أيضا من السرعة إضافة إلى الفهم لخص النص في حدود 6 أستور دون مراجعته مرة أخرى اكتب ما فهمته من النص لخص اكتب ما تريد مما فهمته من النص أثناء قراءة ستكتب أنت وسيكتب زميلك وكذلك ستكتب زميل آخر وأنا سأكتب أيضا ملخصا من النص أقول مثلا أصبح الحياء غريبا وذلك لخطأ الناس في فهم الحرية والجرأة على القبيح والحياء يشمل جميع الناس وهو يؤدي لكل خير لذلك كان من الإيمان بإمكانك أن تنتضع أيضا ملخصا كما فهمته من النص أن تضع ملخصا لك كما فهمته من النص أخص ذلك اكتب الأفكار الرئيسة التي وردت في النص وبعض الأفكار الثانوية واكتب ما فهمته من النص سردا أو أن تضع لك أيضا أرقاما أن ترتب ذلك تكثب ذلك الرئيسة ثم بعض الأفكار الثانوية وهذا هو الهدف أن تكون سريعا في القراءة ثم بعد ذلك أن لا تكون فقط يعني لمجرد السرعة لمجرد السرعة وأنما السرعة مع الفهم السرعة مع الفهم زميل هنا تأس عن صف استراتيجية القراءة الذكية استراتيجية القراءة الذكية هو منظم القراءة لزميل لم يتعرف عليهما وبيّن له فوائده طبعا نحن أخذنا في بداية هذه الوحدة استراتيجية القراءة وكذلك منظم القراءة هنا صفها لزميل لا يعرف هذه الاستراتيجية ولم يعرفها فأنت كيف تشرح له هذه الطريقة استراتيجية القراءة الذكية ومنظم القراءة استراتيجية القراءة الذكية طبعا هي تركيز زائد القفز في نجاح ومنظم القراءة أيضا في طريقة القراءة كيف تقرأ القراءة سطر وخلف سطر أو سطر ترك سطر أو القراءة على شكل حرف يو أو كما عرفت أيضا في طريقة منظم القراءة لنقول مثلا أحسنتم هنا استراتيجيتان مكملتان لبعضهما فالأولى تقوم على التركيز على أفكار النص الرئيسة والمعلومات والمفاهيم والتفصيلات التي يعنى بها النص ويقدمها وفي نفس الوقت تقوم على القفز عن الشروحات والتفصيلات الثانوية وكل ما يعرفه القارئ أو لا يحتاج إليه أما الأخرى في استراتيجية تنظيمية القراءة السريعة تعين على الربط بين المؤشر على الأسطر وتركيز بصر القارئ وكلها مفيدة في اختصار الوقت والجهد كلها مفيدة في اختصار الوقت والجهد التي هي استراتيجية القراءة وكذلك منظم القراءة تقفز عن الشروحات وما لا تحتاجه ثم بعد ذلك تركز على الفكرة الرئيسة منظم القراءة وهو التركيز على الأسطر حتى تستطيع المتابعة مع القراءة وأن تركز مثلاً وتضع لك خطاً أو قلماً قلم رصاص وما إلى ذلك هنا حاول أن تجد عدداً من أوجه التشابه بين القراءة والمشهد الآتي لاحظ هذا المشهد الأرنب والسلحفات حاول أن تجد عدداً من أوجه التشابه بين القراءة والمشهد ولو قارننا مثلاً طاع ما تريد أو اكتب القراءة السريعة مثلاً أو القراءة الأقل من ذلك أو القراءة المتأنية وطبعاً هنا كنا القراءة السريعة ليست في كل حالات حياناً مثلاً في موضع الاستذكار والدروس مثلاً أو التركيز أو النقد والتحليل بعض الحالات تتطلب القراءة البطية وبعض الحالات تتطلب القراءة السريعة هذا هو الهدف لكن ما هنا ما أوجه التشابه بين القراءة والمشهد هذا المشهد الذي أمامك جميل هنا نقول مثلاً أن القارئ السريع كالأرنب والقارئ البطيء كالسلحفة مثلاً نقول هنا أنه في سرعة القراءة في سرعة القراءة في سرعة الأرنب وفي فط مثلاً السلحفة ونقول مثلاً أن هدف القارئيني للوصول إلى المعنى كالأرنب والسلحفات كلهم يريد الوصول إلى الهدف وكذلك القارئ أو القارئ سواء القارئ السريع أو القارئ البطيء أيضاً هدفهما الوصول إلى المعنى ووصولهما إلى النهاية ووصولهما إلى النهاية فكذلك أيضاً السلحفات والأرنب الهدف الوصول إلى النهاية والقارئين هنا والقارئان طبعا genom هدفهما أن يصل إلى الهدف المعنى المفهوم المفهوم النص والفكرة في الأوقت مثلا إذا ثابر القارئ البطيء وهذا أيضا ترسل من هذا المشهد إذا ثابر القارئ البطيء قد يتفوق على السريع إذا لم يطور نفسه إذا اعتمد السريع فقط على قدراته و القارئ البطيء اعتاد على التدريب و ثابر قد يطور نفسه و قد يستطيع أن يصل قبل أن يصل القارئ السريع كما حدث في هذا المشهد وفي قصة الأرنب والسلحافات جميل هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين